مملكة البحرين ثم المنتدى أيضا عروضا حول السياسات البيئية للبلدين تليها تجربة كورية وأفضل الممارسات هذا وتتميز الشركات الكورية المستضافة بكونها ذات تكنولوجيا عالية في إدارة نفايات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وتوليد النفايات إلى طاقة مثل الكتلة وفي الختام تم ترتيب مشاورات بين الشركات البيئية البحرينية والكورية لتحديد طرق للتعاون بين البلدين في مجال المحافظة على البيئة نحن اليوم نبني تعاون بيننا وبين الحكومة الكورية اليوم عندنا متواجدين وزارة البيئة الكورية والجي جي جي آي الكوري الكوري هي المؤسسة المعنية بتغير المناخ برئاسة معالي بن كيمون بيننا وبينهم اليوم حديث حول شنه المشاريع المستقبلية اللي ممكن نحن نقوم فيها مع بعض نشجع الاستثمار بين الشركات البحرينية وبين الشركات الكورية والتعاون خصوصا في موضوع الاقتصاد الأخضر